أنا جلست أتأمل في هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها يعني إذا معك فسيلة لزرع اغرسه تشمع الكلام هذا؟ معنى إذا أنت في يوم القيامة والشمس قد كورت والنجوم قد انكدرت والبحار قد سجرت والأرض قد فجرت والناس يصيحوا ما لها ما لها وبيدك فسيلة الله يقول لك اغرسها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اغرسها سبحانه مهلا متى ستنبد متى ستزرع من سيأكل منها؟ هذا المعنى دقيق جدا ما معنى؟ معناه مهما كثر الصخب حولك مهما رأيت من صدود الناس مهما رأيت من غفلة الناس أبذل الخير أبذل الخير كن من المصلحين ولا تكن من الصالحين فقط الصالحون وضعهم طيب من هو الصالح؟ الصوام القوام عبادته لنفسه؟ لا نريدك أن تكون من المصلحين اصلح في ذاتك وأصلح الآخرين وابذل الخير أنا أتألم لما نرى كثير من طلبة العلم ومن الناس الذين لديهم المقدر على نفع الناس أو لديهم مقدر على نصح الناس هذا في الدين وهذا في الطب وهذا في العلم النفس وهذا ثم يتراجعون لماذا؟ الله الناس ما تسمعنا والناس ما يخيه أغرس الخير من أنت مطالب بالنتائج يا أخوان؟ نحن لسنا مطالبين بالنتائج نحن مطالبون بالعمل اعملوا يا أخواني يجب أن تكون حياتنا كلها عمل نصلح معنا هذا وهذا ونشفع لهذا ونقول كلمة حق هنا وشوف الحاجة التي تقدر تنفع فيها أنفع فيها بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله في القرآن سخر نفس القرآن بعض الناس في العلم بعض الناس في الاستشارات يا أخواني يجب أن نكون كلنا عطاء هذه هي الحياة خلونا نزاحم الشر الذي بدأ ينتشر في الزمن الآن أولادنا ما نقدر نسيطر عليهم جولاتهم أصبحت مصائب خلونا نزاحم الشر تكفوني يا أخوان نجتهد على أنفسنا ونوصل الخير للناس بارك الله فيكو